أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا هذا يوم الخميس 15 نيسان القمر رح يتنقل اليوم ما بين الثور والجوزاء طبعا هو الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كمثل استخراج السموم والأسحار والأورام مثلا وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد رح يمكث القمر في هذه المنزلة لغاية الساعة 11.19 دقيقة بعد الظهر من ظهر يوم الخميس بعدها بنتقل لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول منزلة إيجابية جدا بالنسبة طبعا من الآن اللي هو موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح القمر موجود بالثور عشان هيك منظل نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار ويمكن شراء عقار ماه أو قضاء وقت ممتع بالبيت طبعا إحنا الآن أو في ساعات منتصف الليل بتوقيت جرينتش بيبدأ خلو المسار لأنه خلو المسار رح يبدأ الساعة 11.59 دقيقة مساء من مساء هذه الليلة ورح يستمر حتى صباح ساعات الصباح اللي هو للساعة 6.34 دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس بتوقيت جرينتش هذا يعني أن الفترة المذكورة من منتصف الليلة ساعة صباح لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في تمام الساعة 6.34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 9.34 دقيقة صباحا برضو بنتقل القمر وبستقر في برج الجوزاء ولكن اليوم القمر ما رح يشكل أي زوايا لغاية تقريبا ساعات ما بعد العصر بيبلش يشكل زوايا اللي هي منفصلة ما رح نذكرها اليوم نذكرها بكرة ولكن أنه التأثير العام للقمر لما بصير بالجوزاء في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا ونشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيسعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي طبعا الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية بطيئة زاوية إيجابية رح تكون تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وذروتها رح يكون تتمام الساعة أربعة وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتدفع بحضوضنا بصورة عامة يعني تعطينا حظ في كثير من المجالات بيقوي من إرادتنا بيمنحنا الثقة بالنفس بعطينا قدرة على التسامح الميل لحسن التصرف هذا الاتصال بجلبنا الحظ والنجاح وفي إمكاني أن يكون لنا دور اجتماعي مهم بتحقق أمانينا في حياتنا المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة بالفترة طبعا لها تأثيرها خمس أيام تقريبا ولكن هي من بعد الذروة بتعطي الدفعة الأكبر لهذا الموضوع واستمرارها رح يستمر تقريبا بحدود الأسبوع كامل طبعا بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في الجوزاء فخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 17 أربعة رح يبدأ في تمام الساعة ثلاثة ودقيقتين عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وأربع وعشرين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لا برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال أربع أيام في تمام الساعة خمسة وأربع دقائق صباحا يصبح خمس أيام نسبة الإضاءة خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعة عشر أربعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في الثور زي ما حكينا بدي ينتقل للجوزاء ورح يستمر فيه لغاية يوم سبعة عشر أربعة طبعا هو من الآن منتحس القمر بوضعه ورح يستمر الانتحاسة هاي بانتحاسته بنسبة عشر في المية يعني مش هالانتحاسة القوية ولكن مع ساعات ما بعد الظهر يبلل عصر هيك ببلش يتحول لسعيد وبتصير تزيد نسبة ساعاته لأنه بدخل المنزلة اللي احنا حكينا عنها اللي هي الهنعة فبتصير ساعاته مع ساعات المساء لغاية أربعين في المية أما بالنسبة العطارد في الحمل حتى يوم تسعتاش أربعة سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية الزهرة في الثور حتى يوم تسعة خمسة سعيد بنسبة عشرة في المية ولكن بتقل يعني بكرة رح يكون منتحس المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عش خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية الزحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% وراء نصف الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم اليوم ممكن تعالجوا استحقاق مالي وزيادة رح تكون عندكم في المصاريف أو صرف الأموال لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح أو من ساعات صواح اليوم بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات القصيرة يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكن لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي وما بيناسبك النفور خصوصا أثناء التعامل مع الغير اتفهم الآخرين وابقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر برضو من السرعة وسوء التفاهم برج الثور فقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي في ساعة الصباح يعني بيصبح يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا في الاتصالات والزيارات وممكن تهتموا اليوم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجع ممكن اليوم تعالج مسائل إدارية وتمولية تتطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية يعني في بعض المعاملات اليوم رح تهتم فيها والأغلب إنها رح تكون كل أمورك بتعتمد على الوضع المالي يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم طبعا هذا الوضع رح يظل مستمر الضغط عليكم لغاية ساعات الصباح مع ساعات الصباح أو ما بعدها بصير ثم تصير ثقتكم بأنفسكم أكبر بيعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي القمر بيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية بيدعوك الجولة بذل الجهد أو يعني جهد من أجل إشاعة السلام بلغة التفاهم أو يعني هيك نوع من أنواع بتكون مرن أكثر وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما إلك خذ المبادرة وكون شجاع برج الصرطان اليوم من الآن تسعدوا في لقاء الأصدقاء أو تواصلكم معهم أو تعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن من ساعات الصباح القمر بصير موجود في بيت المتاعب فبيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهن على الحضوظ ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان أهم إش أنك ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك إلا أفكار عندك بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة للأمل برج الأسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فهذه فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج العدرة بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم ولكن من ساعات الصباح أو من ساعات صباح هذا اليوم بيصبح مناسب الجو للي بيبحث عن عمل أو بيرغب بإدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن هاي الفترة ممكن تحمل نوع من أنواع القلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم إشي أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بيكون فيه نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلو صلاب بشراكي أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة إلى الرعاية لغاية ساعات الصباح من بعد ساعات الصباح بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بالسفر والاتصالات بتزداد رابطكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصير أكبر يعني ممكن اليوم بتعود لإمسات بزمام الأمور أكثر من الأيام الماضية هاي فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معاك للفترة هاي بتحمل يعني على احتمالية سفر محتمل أو مواضيع إلها علاقة بالاتصالات البعيدة برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ووسعكم تعزيز شراكاتكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي للوصلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك حاول أنك تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن قطوات وقرارات سببت إزعاج وعدوات إلك أو للمحيط تاعك برج القوس رغم تراكم العمل أنتوا قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الرحة حتى ساعات الصباح ومن ساعات الصباح بصير الجو مناسب للقيام بعمل يطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا تحاذروا من الانفعالات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها بدك تدير بالك الجو متوتر وممكن تظهر مشكلة طارئة حاول أنك تكون صبور وما تتدمر في الفترة هاي خالية من الحظوظ فبدك تكون جاهز ومستعد وبارد العصب برج الجدي ابترغبوا في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح ورغم تراكم العمل أنتوا قادرون على إنجاز حصة الأسد منه ولكن بتكون تنظموا جد والغذاءكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة لا تلتهي بالقشور والأمور الثانوية يعني حاول أنك تعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي وبرضو حاول تنتبه لبعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المهني لأنه في نوع من أنواع القلق أنا شايف بورج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية يعني لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك لا تستسلم بالكرر المحاولات أي معني ممكن ترغب اليوم باستكشاف مناطق جديدة أو تميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل مثلا أو أجواء رومانسية بتكون ناجحة بالنسبة لإلك ولكن ممكن يكون في بعض القلق حول أحد الأحبة برج الحوت بتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات واليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك ولا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة لا أي شخص بيحتاجها في بعض الاهتمامات العائلية رح تكون على كاهلك اليوم يعني ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر ولكن بعضك رح يكون عنده مناسبة عائلية أو فرحة أو لمة أو اجتماع يعني مسألة عائلية رح تكون مهمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر